يعني خلينا اتكلمه وقاكا ابن صلاح الوضع كله ما يخليش حد يشتغل يعني اللي هو نفسه بواسق من نفسه يعني زي ما الحلقة كنا نتكلم نفسه هو متوتر يعني مضغوط فعنده توتر ولا الجمعية الواسقة فيه ولا معظم الاعلام مواسق فيه ويبدو كده نتحد الكرة كمال مش واسق فيه نتيجت ايه بس ما حد يشتغل ازاي؟ انت مش غوصك فيه ليه؟ وحش في التدريب الكل ده ما عرفوش حاجة في التدريب لا وهو انت اخترتين ليه وانت شيفني وحش ما انت قصني اخترتين ليه لأ سيبه بتحاد الكورة قبل كده اهاب جلال ده كان كويس فين وفين 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 عنده خبرات افريقية لعيف الاسماعيلي ولعيف المصري سيبك من لعب باله كم سرب يدرب عمل ايه؟ عشان كده تم اختياره من قبل اتحاد الكورة في عدة جلسات استقرع على اهاب جلال يبقى فيه حاجة كويسة وفيه هو مش هستنى بقى مطش او مطشين لأ انا هكمل معه لغاية بس انا اقول بطولة افريقية دخل ماشي خد لغاية ايه؟ لو لعيف النهائي وما خدوش يبقى اذاكروش خد البطولة يبقى احسن فاحكمل لكن مش كل مرة حاجة اقول لك انا عايز افكرك بحاجة مهمة لسه جاي في باية للوقتي تعرف ان الكابتل لهاب جلال هو اختير دلوقتي مدير فن المنتخب مصر من قبل المجلس الحالي هو كان اختير كمان لو تفتكر من اللجنة الحماسية ها كانوا حق كابتل حسن شعاته واللجنة الحماسية ايه وساعتها تغيرت في الآخر من بعض القرارة وجي كابتل حسام البدري فهي الفكرة انه لو دول غلطانين انه هما جابوا الكابت الرهاب جلال فاللي قابليهم برضو كانوا غلطانين انهما فكروا في الكابت الرهاب جلال فيبقى احنا كده عندنا مشكلة في اللي بيديروا كله لا يبقى عندنا مشكلة في المدرب المصري او عندنا مشكلة في المدرب المصري حسام البدري سيباكم شخصيته وانهما بتحكش دي شخصية هو عمل ايه وحش عشان يمشي انا قمت منهم لقيت مصر كلها مش عايز حسام البدري ليه ما عارفش وفي ناس مش عارفة يعني هي معاك ومعاك 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 وماشا كويس وكسبان وبتاعه فإذا كان التخطيط إن مفيش مدرب مصري يمسك منتخب خلاص صحيح تققى جناب لك أنا بقول أنا عندي سكة جواي إن خمسين في المية أهاب لو حصل أي حاجة هيمشي هو هيمشي بلسه يقول مش هو هيمشي هو لا يمشي من نفسه أنا سألتك سؤال من شوية بس أنت عملت لي كده ورقصتني كده إيه لها مقلا ليه المدرب المصري ما بيجلوش مثلا أروض من دول عربية خليجية من دول مغرب وتونس ومغرب العربي ليه المدرب المصري منبقاش يتم استراده زي زمان أنت أكيد حضرت نمدربين كتير وعندنا مدربين كبارك وميدربوا الفرق الكبيرة في الخليج وفي المغرب العربي لما تروح أنت السعودية مثلا ممدرب مصري ياخد بطولة أو يصعب بفرقة تاني سنة كان بيبقى فيه سبع أو تمانية مدربين مصريين في نفس الدرجة يعني في بعض الفرق في السعودية مثلا في الإمارات دايما بيجيبوا الأجانب لأن عندهم احتراف بيجيب تمانية لعيبة اللغة الحاجات دي كلها وعايز بطولة هنا السعر بتاع المصري بيبقى ضعيف برا بيفضل أن يوعد هنا وسط أهله وولاده والفلوس كويسة بتاعه فبيمشي وإنت هنا بش عايز حاجة أنت عايز من فرقتين حد فيهم ياخد بطولة أهله الزمالك وثلاث أربع فرق في النص وفيه خمس ستة فرق والنبي بيتحاول ما تنزل بس سهلة هنا يعني يعني ما فيش الطموح اللي أنت يجبرك لا من ناحية المادية أو ناحية البشرية اللي هو تجيب لك لعيبة وتصرف لأن العائد اللي عليك مش زي ما أنت بتصرف فيقول لك يا رب وعبد إن شاء الله ما نزلش ده من أول السنة ده الفرق برا لا إحنا عايزين بطولة أو نلعب بطولة السوية أو كذا ده اللي بيفرق ولذلك كنا نتمنى بعد الكابتن حسن شحاتها ما يخذ التلب بطولات إن المداربين المصريين انتشروا في الدول العربية ما حصلش سي كان نعمل إيه في مباراة كوريا حنقدي مباراة كويس أشكرك عالتفاعل لا متفاعل بس هو يجب أن يغير يغير إيه بقى يغير بعض اللعيبة زي يمين لا ما درش أقولك زامين آه أنت عندك مشكلة في اللعيبة لا أنا أصبح أنت فنيا يعني أنت فنيا شايف مين يخش التشكيلة كريم يلعب كريم حافظ كريم حافظ يلعب آه لا ما فيش فش أصلا حلاج أنت مدارب كبير فأنت لما تقول لازم أشوف حل في السردبكين آه نازم واحد يلعب واحد يغلط آه علاء والوينش واحد منهم بس التخطيط بتاع التلات رفلات بنص الملعب مش جايب نتيجة يعني أنا كنت بقول مثلا ممكن أكون أنا فاشل في الكسة دي إن السلية مثلا بريم عادل وعشور يمكن يعني اتعاملت الملتشفات بس طلع السلية ده وجهة نظر هو التلاتة القدام لازم يتلعبوا صح صح إزاي يعني مثلا فرود يبقى فرود وينجين وونجين لكن ما قدرش أنا أجيب الوينجي لعب في نص الملعب وبعدين فترة آه ممكن يبقى فيه تغيير مراكز آه بس الفترة بتاع التهاب دي حيزة كمان شوية يعني مثلا الكسة دي التغييرات والحاجات دي بعد ست سبع مباريات لكن زيزو يلعب هنا صلاح لازم يلعب هنا مرموش هنا ما يبقاش فيه تغييرات كتير إنك إنت منظرك وإنت بتلعب رأس الحربة وما فيش حد بيديره كور يعني مصطف محمد أنا معتكتش نمسك كورتين المطش اللي فات لإن أفش هتلع المباراة اللي قابليها بتاعت غينيا لما لعب مصطفى نزل وبريم عادل هم اللي جابوا جون مع أفشة كمان فلازم يبقى فيه تخطيط لنص الملعب فيه بليه أمريكا وهو اللي حدي اللعيبة الفراغ ده اللي يروح يجيبه جوان بس أنت متفائل أنا متفائل الحمد لله وحتفتكر رغم النتيجة دي مش عندي لكن هنلعب ماتش كواس قوي اللي هو حلمي مشهور فهي جاء قلب الحكاية دلوقتي هذا كابتل إيهاب جنب مكمل ماشي ما هو مسافر هو مسافر الرجل مكمل لحد ما تشكري ها انت شايف كده ها يعني أنا بقولك أنا عندي يقين جوء لو خسر هيمش حتى ممكن هو بعد الكلام ده هو أصلي إيهاب هادي ومؤدب ممكن هو اللي يقدم استقالته ويمشي ها